قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لكل السلطات ملزمة للجميع بما فيها السلطات الإدارية والقضائية في البلاد ويجب الإشارة أن هذه الإلزامية تكتسبها المحكمة الدستورية من خاصية أساسية من بين خصوصيات المحكمة وهي الاستقلالية لماذا قرارات المحكمة الدستورية تأتي في هذه الدرجة وفي هذا السمو لأن المحكمة الدستورية هي مؤسسة رقابية مستقلة تنتمي إلى طائفة مؤسسات الرقابة ثم المحكمة الدستورية لا تنتمي إلى أي سلطة لا تنتمي إلى السلطة التنفيذية ولا تنتمي إلى السلطة القضائية ولا تنتمي إلى السلطة الشرعية وبالتالي فهي مؤسسة سامية من بين أو أعلى مؤسسات الرقبة في الجزائر المحكمة الدستورية أعلى مؤسسات الرقبة في الجزائر وأكثر من ذلك استقلاليتها تستمدها من خاصية أخرى وهي استقلالية أعضاء تصوروا أن التشكيل التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020 أعطى للمحكمة الدستورية تشكيلة متميزة نقدر نقول حتى في أكبر المحاكم وأقدم المحاكم الدستورية في العالم لماذا؟ لأنه اليوم المحكمة الدستورية فيها ثمانية أعضاء منتخبين من أصل إثنى عشر يعني من أصل إثنى عشر عضو ثمانية منتخبين ستة منتخبين من الأساتذة القانون الدستوري في الجامعات منتخبين بطريقة حرة عادية ديمقراطية من طرف زملائهم وعضوين آخرين منتخبين من طرف أيضا زملائهم واحد من المحكمة العرية والآخر من مجلس الدولة أما الأربع الآخرين فهم معينين من طرف سيد الرئيس الجمهورية بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية ثم تشكيلة المحكمة الدستورية يطغى عليها طابع الخبرة القانونية والقضائية يعني كل أعضاء المحكمة الدستورية مارسوا على الأقل عشرين سنة في هذا المجال في المجال القانوني والقضائي إذن الخبرة والانتخاب تعطي للمحكمة الدستورية هذه الاستقلالية إضافة إلى عنصر آخر وهو أن عضاء المحكمة الدستورية ليس لهم أي انتماء سياسي كل هذه المعايير تجعل المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية مستقلة تمارس نشاطها تمارس صلاحيتها الدستورية بكل استقلالية وشفافية وحيات معالجة المحكمة الدستورية خمس طعون نعم يعني سجلت المحكمة الدستورية على مستوى أمانة ضبطها في خلال هذه العملية خلال هذه المرحلة الأولى من انتخابات خمس طعون وكما ورد في بيان المحكمة في إعلان المحكمة الدستورية يوم أمس أربعة طعون قبلت في الشكل ورفضت في الموضوع لأسباب مختلفة سيتم إبلاغ المعنيين بها يعني كل طعن سيبلغ بقراره بالقرار الذي يخص ملفه أما الطعن الخامس فرفض في الشكل لوروده خارج الأجال التي نص عليها وهنا HAVE السؤال يعني طرحه كثيرا يعني كيف تم قبول الملف خارج الأجال على مستوى المحكمة على مستوى المحكمة المحكمة الدستورية كما يقال تقول القانون وتقول الدستور لأن المحكمة هي محكمة تطبق القانون ومن هذا المنبر من هذا الباب يعني قبول هذا الملف الذي ورد خارج الأجال القانونية يعتبر تطبيق للمعايير والمبادئ القضائية المتعارف عليه لأنه كل شخص كل مواطن جزائري أو دعاء ملف أمام السلطة تلقى قرار رفض يمكنه أن يودع طعن أمام المحكمة السورية أما قبوله فيعني أنه قبل مبدئيا على قبل تسجيله ولكن يعود للسيدات والسادة الأعضاء ثم للمحكمة السورية أن تقرر في مصيره ثم قرارات المحكمة السورية بأنه مرفوض في الشكل لأنه ورد خارج الأجل القانوني